في حين يتصدر قيس سعيد مرشحين رئاسة تونسية برز اسم المغني الراب الكادوريم في السباق الانتخابي بعد إعلانه عن نيته الترشح من هو؟ ومن الذي دفعه لخوض الانتخابات الرئاسية؟ والأهم من ذلك هل سيدلي متابعوه ومعجبوه بأصواتهم؟ لا أثناء تعيينه سفيرا للنواي الحسنة في منظمة إمسام التابعة للأمم المتحدة غنى كادوريم إلى جانب الراپرز الكبار غلنا إلى جانب سناب دوغ والدي جي خالد وريكيوس نجم الكرة البرازيلية رونالدينو هذا مقطع من أغنية One Love موسيقى 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 إذن السلام هو رسالته للعالم أما في رسالته للشعب التونسي فينتقد كادوريم تعرض الإعلاميين وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات والتضييقات على حد التعبير وهذا ما يقوله بزيه الرئاسي الوضع اليوم في تونس دقيق وحساس مش ما نقولوش كارثي على جميع المستويات ويقتضي منا أنه نوحده صفوف نشوفه كان في التضييقات على الإعلاميين على المحامين على المثقفين بصفة عامة وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان نشوفه كان في دخل هذا الحبس نسمعه كان في بطاقات إداع الإدراج بالتفتيش استدعاءات للمحاكم على كلمة قالت على كاريكاتور على معنى المرسوم 54 سيئ الذكر هذه هي الإنجازات اللي نشوفه فيها اليوم ومن شيرة أخرى نشوفه في صفوف على الخبز الزيت السكر والمواد الأساسية وخليه الشعب يكل حجر ودز كيف العادة على المحتكرين والمتآمرين كريم الغربي المعروف باسمه كادوريم هو صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وتزوج من ابنته نسريل ويظهر هنا في الصورة مع العائلة يقول إنه بدأ حياته في ألمانيا احترف كرة القدم ثم اتجه لغناء الراب وكتابته وهاجر إلى فرنسا يبدو أن الرجل مولع بالسيارات الفارهة فهنا يظهر متكئا إلى واحدة من السيارات الفارهة اللمبورغيني حلوة سيارة ناس بملابس اليوم أبيض أحيانا الأخرى يجلس فوقها وتظهر حنيته وأيضا عندما يقوم بترضيع أو إرضاع النمور وليس القطة ليس كلاب يختار عن الحيوانات المفترسة على العموم الجدل بشأن ترشح كاديرهم لكودريم عفل الرئاسة يدور ملذ السنة الماضية جاء ذلك عندما أطلق مبادرة لمساعدة المحتاجين حينها نستيكلم الزبلة ناس مع تشخالتة وهذا شيء أسف أحنا نحضر في مبادرة اجتماعية كبيرة لشهر رمضان أما بعد شفته والوضعية المزرية يقول كاديرهم أنه بعد اطلاعه على الأوضاع المزرية للتونسيين قرر الابتكار أو يعني ابتكار طبعا أو التبكير أو الابكار عفوا في إطلاق مبادرة اجتماعية لمساعدة الفقراء قبل شهر رمضان ومنذ ذلك الحين ازدادت التساؤلات بشأن طموحاته السياسية مشاهدين على عالم السوشال ميديا هناك الكثير من الذين علقوا على هذه الرغبة لدى كاديريم هنا مثلا فيروس تقول مني شمسات قول الله لك الله يا تونس لك الله يا تونس احترموا عقولنا يا ناس هل لهذه الدرجة تستخفون بعقول الناس تظنون أنه يوجد من يزكي هذا السيد أو ينتخبه لا يفعل ذلك إلا ناقص عقل أما هنا جيهان تقول كان قاعد علي اهرب نحن خير كان المفروض يبقى الرئيس الأسبق ونحن الذين نهرب أما صالح يقول ما فهمش علاش الناس تضحك كل تونسي من حق الترشح لانتخابات الرئاسية إذا ما توفرت فيه الشروط القانونية مهما كان لونه أو شكله لكن نصيحة لكل مترشح في خطاباته ما يحاولش يجبد لزوالي خاطر الناس تراهم يخدموا بيهم وهذا نسميها لغة خشبية أما هنا حافظ قائد السبسي كريم يتمتع بشعبية كبيرة وكبيرة جدا في مختلف أنحاء الجمهورية خاصة من طرف النساء وكبار السن والمناطق المنسية مثل الشمال الغربي ممكن في الانتخابات القادمة باش تكون صدمة كبيرة وقتلي الناس باش تكتشف مدى شعبية هذا الإنسان في حينها يعني وقتلي الناس تكتشف شعبيته مدى شعبية مدى شعبية مدى شعبية